نكمل الحرة الليلة من ملف الذكائر الصناعي حيث تتجه مدينة نيويورك لاستخدام أجهزة مسح تعمل بالذكائر الصناعي في محاولات جديدة لإبعاد الأسلحة عن مترو الأنفاق لكن البرنامج التجريبي الذي تم إطلاقه الجمعة قبل بالفعل بالتشكك من قبل الركاب والتهديد بالدعم القضائية من قبل دعاة الحريات المدنية الذين قالوا أن عمريات التفتيش غير دستورية ما تفاصيل الآلات التي تستخدم للمسح الجديد للمترو في نيويورك والتي تستخدم الذكاء الصناعي وتعتمد عليه ولما تقابل بالرافض من قبل مستخدم المترو عرض ماسح إيفولف وهو كاشف أسلحة يستخدم الذكاء الاصطناعي لتفتيش الركاب بحثا عن الأسلحة النارية والبيضاء في محطة مترو أنفاق منهاتنا السفلة حيث أعلن عمدة نيويورك إيريك آدمز عن إطلاق تجربة أولى من نوعها تستمر ثلاثين يوما نطلق رسميا مشروعا تجريبيا أوليا لتقنية جديدة ورائدة للكشف عن الأسلحة ونفكر في نشر أنظمة الكشف الكهرومغناطيسي هذه في محطات مترو الأنفاق خلال الشهر المقبل سيكون سكان نيويورك على دراية بهذا النوع من التكنولوجيا الذي سيتم استخدامه في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد يمكن لهذه الأجهزة اكتشاف ما إذا كان شخص ما يحمل مسدسا ويحدد بالضبط مكان وجود السلاح سيتم نشر الآلات التي تستخدم بالفعل في ملاعب البيسبول وغيرها من الأماكن في عدد صغير من المحطات وسيطلب من عدد قليل من الركاب المرور عبرها في المقابل أثارت أجهزة المسح الضوئي هذه احتجاجات فورية من دعاة الحريات المدنية وقال اتحاد الحريات المدنية في نيويورك وجمعية المساعدة القانونية إنهما سيقاضيان سلطات المدينة إذا تم طرح هذه التكنولوجيا على نطاق واسع زاعمين أن عمليات التفتيش تنتهك الحقوق الدستورية للركاب وتتميز أجهزة المسح الضوئي بشعار إدارة شرطة مدينة نيويورك وشاشة عرض ضوئية متعددة الألوان وعندما يتم اكتشاف سلاح يتم إرسال تنبيه إلى جهاز لوحي يراقبه ضباط شرطة نيويورك معنا من واشنطن مايكل ساكستون كبير المساشرين للسياسات الرقمية في برنامج الأمن القومي مرحبا بك ساكستون هل نحن أمام حالة تخترق خصوصية الإنسان وتفتيش غير دستوري وبرنامج تجريبي غير مضمون لذلك يعترض الناس لن أقول إن كان ذلك دستوريا أم لا لأن النقاش صعب بالنسبة للخبراء القانونيين حتى هل يعتبر مترو أو قطار الأنفاق مكانا عاما وبالتالي مع تهديدات أمنية كافية لنقول إن هذا القرار قرار التفتيش قانوني أم لا هذه المفاهيم ليست محددة بطريقة قاطعة في القوانين الأمريكية وبالتالي يصعب أن نقرر أعتقد أن الأمر يعتمد على المنظور الشخصي بناء على ما نعرفه حتى الآن عن أجهزة المسح هذه إفولف وعلاقتها بالذكاء الصناعي هل تحلل فقط ما يتعلق باشتباه وجود سلاح عند شخص بناء على المعطيات الحيوية لأجهزة المسح أم يأخذ المعطيات كلها ثم يفرز منها ما يتعلق بالأسلحة ليس في هذا الجهاز أي شيء كتحليل الشخص أو إن كان الشخص يبدو مثلاً مشكوك بأمره فقط الأجهزة تمسح لتتأكد من وجود شكل مسدس أو شكل سكين ليس مثلاً محاولة إيجاد معدن ما فقط شكل السلاح أكان لنقول سكين أو مسدس أو لست أدري آلة موسيقى فهناك بعض التجارب التي لم تكن ناجحة جداً في هذا الإطار وبالتالي التكنولوجيا ليست مثالية هذا قد يطرح معضلة بالنسبة لأعداد كبيرة من الناس مما لديهم دعامات مركبة في القوائم في الأرجل في الركب أو حتى في سواعدهم هل سيكون هؤلاء عرضتها لتفتيش إضافي والتحقق من أن هذا هو جراء مثلاً عملية إدخال دعامة إلى أجسامهم؟ لو نظرنا إلى كيفية ترويج الشركة للتكنولوجيا ولو أخذنا بأعين الاعتبار أيضاً أنني لا أعتقد بالضرورة أن الشركة يمكنها أن تعتبر أن التكنولوجيا ناجحة بنسبة 100% لكن أعتقد أن التكنولوجيا جيدة إلى درجة أنها مثلاً قد تخطئ في تحديد وجود بعض الأجهزة الطبية أو الأجزاء الصناعية لا أعتقد أن ذلك قد يحصل أعتقد أن التكنولوجيا أدق من ذلك رغم أن ذلك ممكن وهنا أتكهن ما الذي يخشى منها حتى تكون هذه مرحلة تجربية فقط؟ ما الذي يمكن أن يدعونا إلى القلق من تقالية مثل هذه؟ هل ما سيتصرف الذكاء الصناعي على أساسه؟ أنه إذا كانت مهمته فقط مسح الشكل فهذا لا يحتاج إلى ذكاء الصناعي يحتاج إلى قدرة تصنيعية تقوم بالبحث عن شكل معين ما دور الذكاء الصناعي الخارق هنا الذي يجعلنا نقلق منه؟ نعم، أعتقد أنه من المهم أن نفهم عندما نتكلم عن دور الذكاء الصناعي في هذه التكنولوجيا لا بد أن نفهم تماماً ما هو الذكاء الصناعي مثلاً التعرف على الوجه أو التعرف على الحركة هذا نوع من الذكاء الصناعي، ولكننا نتكلم عن نوع آخر من الذكاء الصناعي لأن الذكاء الصناعي الذي نطلب منه أن يمسح شكل السلاح أو السلاح الأبيض هو مبسط إلى حد كبير، المشاكل قد تأتي ربما من الخصوصية بمستوى محدود لكن ذلك يختلف عن تطبيقات أخرى لذكاء الصناعي هل تتوقع أن تعمم هذه التقنية على أنظمة التفتيش في المباني المؤسسات الحكومية، مراكز قيادة السيارات أو رخص قيادة السيارات إلى غير ذلك؟ إذا نجحت فعلاً في الوصول إلى الغاية منها؟ نعم، لو عملت بطريقة جيدة طبعاً الشركة المنتجة لديها عقود مع بعض المنظمين للأحداث الرياضية، هي ليست شركة جديدة وهذه التكنولوجية استعملت من قبل وبالتالي هناك سجل للشركة يمكن أن تشير إليه وإلى نسبة نجاح هذه الأجهزة طبعاً هناك بعض الأخطاء أحياناً وذلك أدى إلى بعض القضايا أمام المحاكم أحياناً لم تتمكن الكشف عن بعض الأسلحة فالأمر يتعلق أيضاً بما يريده من ينظم التجمعات مثلاً لأغراض أمنية وما يريد أن يفعل بهذا الجهاز من واشنطن مايكل ساكستون كبير مستشاري سياسات رقمية في برنامج الأمن القومي شكراً جزيلاً لك